نهاية مسلسل شقة ستة اللي من بطولة روبي ما زالت تحظى بأخذ ورد على السوشال ميديا فمؤلفين العمل محمود وحيد سعاد القاضي ورفيق القاضي عبروا من خلال بوستات على فيسبوك عن استياءهم من مخرج المسلسل محمود كامل فمن بعد عرض الحلقة الأخيرة تفاجأ المؤلفون بحسب ما علقوا باختلاف النهاية عن اللي كتبوا وهذا اللي دفعهم لتوجيه بلاغ للنائب العام في مصر ضد المخرج متهمينه بالتلاعب بالسيناريو والمحتوى الدرامي للعمل من دون الرجوع لهم من مأساء وأحدث خلل وغير فحوى الدراما ورسالة العمل بحسب ما نشر رفيق القاضي والكاتب محمود وحيد أعلن على فيسبوك أنه ليس يكتب جزء ثاني من المسلسل وبأنه يخلي مسؤوليته تماما من هذه النهاية المؤسفة عموما ده انسايدر بالعربي توجه للمخرج محمود كامل لمعرفة ردة على كل ما قيل وهذا في تراكينج سوري نمبر وان رأيي أنه هما يعني غلابة يعني هما للأسف ما عندهمش وعي وما عندهمش خبرة وللأسف يمتن عشان حاسوا أنه هما يتحيدوا من المسلسل وأنه هما ما لهمش علاقة بالجوز التاني وأنه هما مش موجودين جوه الموضوع فكان اللي بيعملوه ده محاولة أنه هما يبقوا إيه طب إحنا موجودين ودائما الصغير بيحاولين يمسك في التبير ومحمود أكد أنه قانونيا فنيا وشرعيا لها الحجب تطيير تفاصيل القصة اللي كتبوها بحرية ودون قيود بيبقى فيه تنازل بيكتب منهم عن الفكرة وعن الموضوع وده موجود أصلا التنازلات دي موجودة عند الشركة عند شركة الانتاج وموجودة عند شركة التوزيع وموجودة عندي فيعني المسألة أنه هو فعليا المنتج الأخير اللي طلع للناس ده أنا اللي مسؤول عنه وأيضا محمود ينفي تلقيه أي بلاغ ضده كلام بلاغ ده حاجة يعني الحقيقة لأنه طبعا ما فيش حاجة مني وما فيش أي حاجة ولا بلاغ ولا الكلام ده أنا اللي قدمت في النقابة لأستاذ مصعد وأخذ الرؤات بسواء باللي كتب على الانترنت وبالنسبة لما بحث الانترنت وبالنسبة لصب وقصف وتشهير وكل الحاجة اللي انت أنا موجودش عايزة اللي جعل ده بس طبعا لازم أنا يعني أوقف الناس عند حد ده ومن ضمن الاتهامات اللي طالت محمود كلام لسعاد القاضي بأحد اللقاءات جالت فيه بأن المخرج اختار أصدقاءه وأسند لهم الأدوار بالمسلسل دور محمود كمان كان المفروض إنه هو وكيل النيابة اللي برضو الدور اتاخد بتقسم على اثنين وجيه وكيل النيابة التيميل اللي هو الشنبل اللي كان بيفضل دايما قاعد على المكتب ده مين فيهم ده مين أصلا قريب مين في المنتجين وده صاحب محمود كان صاحب المخرج يعني واللي عمل دور المحامي دوت دكتور هو بيتابع مع مش عارفة بتاع تغذية ولا متهرجي أه والله العظيم معظم الناس اللي موجودة في المسلسل أولا أنا معرفهم شيء قبل المسلسل أنا في الآخر بستعين بأفضل حد في الدور دعني اللي في الآخر ده بوشي وسعاد القاضي طلبت مني إنها تعمل دور بس لقيتها إنها مش مناسبة لأي حاجة تتعمل عموما هالاتهامات اللي انتشرت بشكل كبير على السوشال ميديا لجأ التفاعل من الكثيرين اللي تعاطفهم على الكاتب وعبروا عن دعمهم من خلال التعليقات وإعادة نشر الفوستات إحنا بقول لك شأن بعاطفي بنندفع شوية لأي حد حاول يبين أنه هو ضحية خصوصا لما يكون حد لسه قليل صغير خبرته قليلة مش معروف قوي فده حالة الفكرة الظلم عارف أنه فكرة أنه الطرف الضعيف المظلوم فالناس بتندفع من كيف تعرف تفاصيل الموضوع ويبدو أن عمر محمود ياسين ما كان على علم بتفاصيل كاملة فنشر بوست دافع من خلال عن المؤلفين ووصف اللي صار بالمعيب ودعاهم لعدم السكوت عن حقهم ولكن بعد ما تم التواصل معه من أحد الزيهات اللي لها علاقة بالعمل اتراجع عن اللي اكتبه ببوست آخر اتمنى فيه يزول الخلاف بين صناع العمل أنا فاهم هو يعني هو اندفع أو حس ان فيه أطراف يعني انحزل فكرة الكاتب اللي شغله بسبب تربوبة اللي حصلت قبل كده بس أنا فاهم انه ده موضوعين ما لهمش علاقة ببعض خالص يعني ده ما لهمش علاقة ببعض لما فهم الموضوع وعرف من الطرف انا معرفش من الطرف ده لان انا مكلمتش عامل خالص فهم كويس الموضوع راح منزل انه رماعة انا لا الموضوع مش كده وانا كنت فاهم غلط والموضوع لا فيه ابعاد تانية وانا مش انا بغير او انا مش ده اللي انا كنت عارفه قبل كده اما ملك قورة اللي شاركت بالمسلسل فانتشر كلام من سوبل هتقول فيه ان ما لازم اي مؤلف يسكت على قدر اي شخص اتمنع الناس ولم يحفظ الامانة ملك اوله اصلا ما كتبتش الكلام ده ده صفحة اصلا مكتبيا صفحة مش مكتوبة ويعучا كتبت على صفحة كلام ده مش هي pelos ويحا نội قيمتوني اصلا انبارح او الانبارح من النهاردة وبعد هذا البلبلة كلها يبقى السؤال هل ممكن يكون في جزء ثاني من شقة ستة ان شاء الله في شقة ستة ان شاء الله في رزق ثاني بإذن الله هنبتدن نشتعلي عليه ان شاء الله بس ما لوش علاقة بالناس دي خالص ونحن يجب أن نشتغل عليه مع ناس تاني يخلص إن شاء الله بإذن الله وبعد ما سمعنا لوجهة نظر محمود كامل نحن تواصلنا مع مؤلفين عمل حفظا لحق الرد إلا أنهم رفضوا التعليق واكتفوا بالقول بأن حقهم عند ربهم وبالعودة للمخرج محمود وإلى جانب الجزء الثاني من مسلسل شقة ستة على قائمة أعمال مشاريع عديدة في مقدمتهم فيلم كوميدي من تأليفه وإخراجه وكل تفاصيل بتتعرفون عليها بحلقتنا بكرة وبحلقتنا بكرة أيضا بنتكلم عن العرض الخاص اللي يقيم في مصر لفيلم عروستي لأحمد حاتم وجميل أعوض وذلك تمهيدا لطرحه غدا في السينما